بسم الله الرحمن الرحيم أقدم لكم نص الامتحان الجهوي الموحد لمادة الرياضيات جهة فاس مكناس والذي يتكون من خمسة تمرين إذن التمرين الأول كما تشاهدون إذن يمكنكم توقفوا الفيديو تخدموا التمرين بعد بعد تمروا للحل ليالو إذن هذا هو التمرين الثاني والذي يتعلق بالإزاحة والمتجهات والتمرين الثالث الذي يتعلق بالإحصاء التمرين الرابع الذي يتعلق الدالة التآلفية والدالة الخطية وتمتل المبياني لهذه الدالتين والتمرين الأخير الذي يتعلق معادلة مستقيم وإحداثة متجهة ونقطة بانتباد الامتحان مع طوهمش الهندسة الفضائية على بركة الله بدأوا في تصحيح هذا الامتحان إذن التمرين الأول أولا حل المعادلتين الثالثين إذن ألف 3x ناقص جوج تساوي 7 زائد 5x إذن هذه معادلة بسيطة كالعادة 3x ناقص 5x تساوي 7 تساوي 7 في المكان دي ناقص جوج تساوي زائد جوج إذن حل المعادلة هو ناقص سعود على جوج هذا التمرين الأول إذن سيكون بسيط مروا الآن السؤال باء إذن باء حل المعادلة التالية إذن حل المعادلة إذن هنا أول حاجة ما كان نشروش إذن نريد أن نعملوا هذه هذه المتطابقة الهامة التالية والتي تتعمل بها تشكري x ناقص جوج عامل لx زائد جوج زائد من ساوش جوج x زائد 5 عامل لx زائد جوج تساوي 0 إذن يعني المرحلة الموالية هي التعمل إذن عامل مشترك هو x زائد جوج عامل هنا أول تفقالية x ناقص جوج زائد هنا أول تفقالية جوج x زائد 5 تساوي 0 إذن نحذف الأقواص داخل المعقوفات هنا x ناقص جوج زائد جوج x زائد 5 تساوي 0 إذن x زائد جوج عامل x ناقص جوج هنا x ناقص جوج هي 3x وخمسة ناقص جوج هي 3 تساوي 0 هذا يعني إما المعادلة الأولى تساوي 0 أو المعادلة الثانية تساوي 0 إذن حل المعادلة الأولى إما x تساوي ناقص جوج هذا الحل الأول أو هنا 3x تساوي ناقص 3 هذا يعني أن x تساوي ناقص 3 لا 3 تساوي ناقص 1 والمعادلة تقبل حلين هما لا نكسبها بش من ضياش الوقس إذن ناقص 1 وناقص جوج الآن نمر للسؤال الموالي السؤال الموالي هو حل المتراجحتين التاليتين إذن ثانيا نكسب المتراجحتين هذا ثانيا لدينا آلف 8x ناقص 1 أكبر من أو تساوي لا 3 زائد 5 8x ناقص 1 إذن نحلها أمامكم هنا إذن الآن 8x تتبقى في المكان ديالها ناقص 5x صديقي اليسار أكبر من أو تساوي لا تتبقى في المكان ديال ناقص 1 أحدثوا لي زائد 1 هنا 8x ناقص 5x هي 3x أكبر من أو تساوي 4 إذن هنا عادي مدام عندنا إشارة x مجابة ضربة لتحول القسمة مباشرة إذن نجينا x أكبر من أو تساوي 4 مقسمة على 3 إذن حلول هذه المتراجحة هي جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 4 إلى 3 وبالنسبة للتمثيل المبياني إذن سنرسمه واحد المحور سننزل العداد 4 إلى 3 هنا مدام عندنا أكبر من أو تساوي إذن سنرسمه الأعداد في الجهة ديال اليمين بالنسبة لل4 إلى 3 تعتبر حل هذه المتراجحة لأنه عندنا أكبر من أو تساوي ومن عندنا المحقوفة ستتبع الأعداد بهذه الشكلة تكون في نفس منحة الأعداد نمر الآن المتراجحة الثانية إذن جوج إكس نكسبها باء جوج إكس ناقص واحد مقسمة على 3 كما سنشوفه أمامكم صغر من إكس زائد 5 على 3 إذن قموا بالحل ديال المتراجحة أمامكم إذا أول حاجة أول حاجة أريد أن تحيد المقام المقام الموحد كما تشوفه هو 3 عندي 3 هنا و3 هنا عندي 1 إذن 3 3 3 إذن إذن هذه ما عليك تتغير إكس هنا 1 فاشدربتها في 3 إكس نضربها في 3 3 إكس هنا 5 ما عليك تتغير مدام عندي المقام موجب وموحد يمكنني أن نحذفه مباشرة هي جوج إكس ناقص 1 أصغر من أو تساوي 3 إكس زائد 5 إذن 3 إكس تتولي في المكان للعيصر إذن جوج إكس ناقص 3 إكس وتغير إشارة هنا 5 تبقى في المكان دياله ناقص 1 تتولي زائد 1 هنا جوج إكس ناقص 3 إكس هي ناقص إكس أصغر من أو تساوي س إذن إشارة العدد إكس سريبة إذن غالي نضرب طرفي المتفاوث في ناقص 1 إذن ناقص إكس أصغر من أو تساوي أصغر من أو تساوي ناقص س تولي ناقص س بالنسبة التمثيل المبياني إذن بالنسبة التمثيل المبياني سنرسم واحد لما يحوار بهذه الشكل سننزل العدد ناقص س هنا إذن الآن ما دم عندي أكبر من أو تساوي إذن أعداد غالي مثلها في الجهة اليمين وناقص س كي تعتبر حل لهذه المتراجحة جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي ناقص س إذن المعقوفة ستتبع الأعداد إكس كما هنا لدينا الأعداد إكس السؤال الثالث حل جبريان النظمة التالية إذن بالنسبة لها النظمة كان مجموعة من الطرق سننخذه بالنسبة لها النظمة هذه الطريقة السهلة هي التعويل لأن هنا عدنا إكس زائد إجراج يعني السهلة عدنا نعوده إكس بخمسة وعشرين ناقص إجراج والذي بغير يستعمل الطريقة للتالة في الخطة يستعملها إذن بالنسبة للمعادلة الثانية نعود إكس بخمسة وعشرين ناقص إجراج في المعادلة الأولى تبقى الجوج إكس زائد إجراج تساوي ثلاثين إذن بالنسبة لحل النظمة الآن في المعادلة الأولى سنعود إكس بالقيمة هي خمسة وعشرين ناقص إقراج إذاً قد نحضر جوج عامل لخمسة وعشرين ناقص إقراج لأن اكس عودتها بقيمة لها زائد إقراج تساوي ثلاثين المعادلة الثانية قد نحتفظ بها كما هي خمسة وعشرين ناقص إقراج وعلي نخدم الآن مع المعادلة الأولى جوج في 25 هي خمسين جوج في ناقص إقراج هي ناقص جوج إقراج زائد عفوا زائد إقراج تساوي ثلاثين إذاً معادلة الثانية نحتفظ بها خمسة وعشرين ناقص إقراج الآن نكمل قد نهنا ناقص جوج إقراج زائد إقراج هي ناقص إقراج وخمسين نسمشي للجهة الأخرى تولي ثلاثين ناقص خمسين هي ناقص عشرين وإكس تساوي خمسة وعشرين ناقص إقراج نكمل إذن نضرب طرفي المعادلة الأولى في الناقص نحصل على إقراج تساوي عشرين إذن إكس قد نعود إقراج بالعشرين اللي حصلت عليها هي خمسة وعشرين ناقص عشرين إذن إقراج هي عشرين وإكس هي خمسة وعشرين ناقص عشرين هي خمسة إذا سنقلوا حل هذه النظمة هو الزوج وكان بدأوا X هو اللول خمسة عشرين الآن السؤال الرابع المسألة يؤدي صاحب معمل الراتب شهري للعمال في أضريفة تحتوي على أوراق نقديمي فئتي مئة درهم ومئتين درهم إذا علمت أن أحد عملي تقادرات بشهريا قيمته تلتلاف درهم واتتسلم الظرفا به خمسة وعشرين ورقة إذن مجموع الأوراق خمسة وعشرين ورقة نقديم فاحسب عدد الأوراق النقديم من كل فئة وحسب عدد الأوراق النقديم من كل فئة إذن سنسميه X هو عدد الأوراق نقديم من فئة مئة درهم و Y هي عدد الأوراق نقديم من فئة مئتين درهم إذن مجموع الأوراق التي تقادها هذا العامل هي 25 ورقم فرقة على عدد أوراق من فئة 100 درهم وعدد أوراق من فئة 20 درهم إذن X زائد Y تساوي 25 وتقاد راتبا قيمته 3000 درهم إذن 3000 درهم فرقة ما بين عدد أوراق من فئة 100 درهم وعدد أوراق من فئة 20 درهم بمعنى 100 درهم نضربها في عدد أوراق من فئة 100 درهم زائد 200 درهم نضربها في عدد أوراق من فئة 200 درهم أعطيته في المجموع هي 3000 درهم إذن هذه هي صياغة النظمة من بعد X زائد Y تساوي 25 يعني عدد أوراق 25 وهنا سنختازل بالعدد 100 عندي 100 هنا بمعنى أن نختازل أو نقصم على 100 أعطينا هي X زائد Y تساوي 330 يعني اختازلت بالمية أو قسمت على 100 قد تلاحظوا أن هذه النظمة التي حصلت عليها سبقنا ودرنا لحلية لها في السؤال السابق إذن عدد الأوراق من فئة 100 درهم هي 5 حسب السؤال السابق وعدد الأوراق من فئة 200 درهم هي 30 ورقة إذن الجواب أنا أكتبته هنا تلاحظوا إذن تقمدوا توقفوا الفيديو وتركزوا على الجواب شي شوية إذن الآن التمرين الثاني لتكون C دائرة مركزها O قطرها A B لتكون U نقطة من الدائرة C تختلف عن نقطتين A و B إذن السؤال الأول أنشئ النقطتين F وجي صورة A و B على التواريب الإزاحة التي تحول U إلى O بمعنى F صورة النقطة A بالإزاحة التي تحول U إلى O الإزاحة T هذا يعني أن المتجهة E O تساوي المتجهة A F والرباعي E O F A متوازي أضلع إذن G هي صورة النقطة B بالإزاحة T التي تحول U إلى O هذا يعني أن المتجهة E O تساوي المتجهة B G أي أن الرباعي E O G B متوازي أضلع إذن سنحتاج البركار وسنحاول نسمه متوازي أضلع الأول ومتوازي أضلع الثاني إذن لإنشاء النقطة F خاصة المتجهة E O تكونت في نفس تجاه ومنحة وقياس المتجهة A F بمعنى لك أنت عندي E O سيكون في هذه المنحة حتى A F ستكون في نفس المنحة إذن سنحضر البركار وسنحضر المسافة E O وسنحضر البركار في النقطة A وسنضع قوس إذن هذه هي النقطة الأولى وسنحضر المسافة E A ومن بعد أن نحضر انطلاقا من O وسنرسم النقطة F إذن هذه هي النقطة F صورة النقطة A بالإزاحة التي تحول E إلى A إذن لحظة أن المتجهة A F ستكون المتجهة E O والآن لإنشاء النقطة B بحيث المتجهة E O ستكون المتجهة B G أو E O G B متوازي أضلع بمعنى E O لأنك أنت غادية في الاتجاه المتجهة E O إذن المتجهة B G ستكون غادية في الاتجاه بنفس الطريقة سنستخدم المتجهة E O ونرسم النقطة B ونرسم قوس إذن هذا القوس الأول بنفس الطريقة سنستخدم المتجهة E B ونرسم النقطة O ونرسم النقطة تقاطع القوسين إذن ستكون هنا هي النقطة G إذن نقطة G هي صورة نقطة B بالإزاحة التي تحول E إلى O والمتجهة E O كنت ستكون المتجهة B G إذن الآن رسمنا الشكل يطلبون منه إذن الآن الشكل أمامكم صورة نقطة A بالإزاحة التي تحول E إلى O هي F بمعنى المتجهة E O كنت ستكون المتجهة A F والج هي صورة B بالإزاحة التي تحول E إلى O بمعنى المتجهة E O كنت ستكون المتجهة B G هذا هو الشكل أمامكم السؤال الثاني حدد معللنا جوابك قياس زاوية F O G إذن حسب السؤال الأول لدينا F هي صورة نقطة A و O هي صورة نقطة O بالإزاحة التي تحول E إلى O والج هي صورة نقطة B بالإزاحة التي تحول E إلى O إذن صورة الزاوية A E B هي الزاوية F O G إذن ونعلم أن الإزاحة تحافظ على قياس الزاوية بمعنى قياس الزاوية F O G تساوي قياس الزاوية A E B شنبقى أننا نحدد قياس الزاوية A E B إذن لا اعتبرنا المثلة A E B الضلبة مزيان وتروه هو قطر الدائرة المحيطة به وبالتالي المثلة A E B هذه قاعدة تقرأتش على هذه مثلة قائم الزاوية في E أو بإمكاننا نخرجها بالزاوية المحيطة والزاوية المركزية المهم A E B مثلة قائم الزاوية في E وبالتالي قياس الزاوية A E B هو 90 درجة ومنه نعلم أن الإزاحة تحافظ على قياس الزاوية وبالتالي F O G كتساوي قياس الزاوية F O G يساوي قياس الزاوية A E B كتساوي 90 درجة إذن سبق لي وكتبت البرهان باش ما نضيعش الوقت في الكتابة دياله السؤال موالي بيّن أن صورة الدائرة C هذه كاملة بالإزاحة التي هي الدائرة C إشارة محيطة بمثلة F O G إذن لدينا حسب السؤال السابق F O G هي صور نقط A E B على التواري وبالتالي صورة المثلة A E B هو المثلة F O G ونعلم أن المثلة A E B محاط بالدائرة C التي قطرها A B ونعلم أن الإزاحة تحافظ على قياس المسافات وبما أن F O G المثلة F O G هو صورة متلة A E B بالإزاحة D فإن صورة الدائرة C التي قطرها A B هي الدائرة C إشارة التي قطرها F G والتي تحيط بالمثلة F O G لأن الإزاحة تحافظ على قياس المسافات وبالتالي صورة الدائرة C هي الدائرة C إشارة المحاطة أو المحيطة بالمثلة F O G والتي قطرها F G صورة القطر A B إذن البرهان كتبت لكم هنا إذن بإمكان توقفوا الفيديو توقفوا وتقرؤوا البرهان بشوية أو إذا فهمتوا لا تحتاجوا تقرؤوا البرهان الآن تمرين الثالث يمثل أجدوى الثالث توزيعا لعدد الحصص الإضافية التي أنجزها عشرين أستاد يعملون بإحدى الإعدادات خلال أسبوع الدعم إذن هنا عدد الحصص الإضافية هنا عدد الأساسي الذي أنجزه هذه الحصص إذن سؤالوا لحدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية إذن أول حاجة غيرها هي أننا نحسب الحصيصات المتركمة إذن هنا الحصيصات المتركمة إذن لو أرغبنا نحسبوها القيمة الوسطية خصنا نحسب الحصيصات المتركمة إذن جوج ننزلها هنا جوج زائد 4 هي 6 6 زائد 3 هي 9 9 زائد 5 هي 14 و 14 زائد 6 هي 20 و كنت أكد بأن 20 هو عدد الحصيصات أو مجموعة الحصيصات مجموعة الحصيصات إذن لنحدد القيمة الوسطية هذه المتسلسلة إذن حسبنا الحصيصات المتراكمة بالنسبة للتعريف القيمة الوسطية هي القيمة الميزة يعني هذه هي الميزة الموافقة لأصغر حصيص المتراكم خصو يكون كبر من N على جوج إذن خصونا نحسبوه N على جوج N على جوج هي 10 مقصومة على جوج 20 مقصومة على جوج تساوي 10 إذن ن على جوج 10 إذن لا بغينا نحسبوها إذن 10 تلاحظو أن 10 جيت محصورة ما بين 9 و 14 9 و 14 إذن ناخده 14 إذن 14 هي هي الحصيص المتراكم أكبر من أو يساوي 10 ومنها قيمة الميزة الموافقة هي العدد 4 إذن القيمة الوسطية هي 20 جوج نقاط 4 لأن 4 هي قيمة الميزة الموافقة لأصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 10 أصغر حصيص متراكم ليكبر من أو يساوي 10 هو 14 إذن قيمة الميزة الموافقة هي العدد 4 هذه هي القيمة الوسطية إذن الآن السؤال الثاني أحسب معدل حسابي لهذه المتسلسلة نعرف أن المعدل حسابي لهذه المتسلسلة هي أننا نضرب قيمة الميزة في الحصيص و نجمعهم و نقسمه على الحصيص الإجمالي إذن نضرب صفر في جوج زائد 1 في 4 زائد 4 في 5 زائد 5 في 6 و نقسمه على 2 إذن النتيجة التي سنحصل عليها من بعد ما ضربت هذو كاملين و نجمعتهم فنحصل على 60 تقسمها على عدد الحصيصات أو الحصيص الإجمالي الذي هو 20 و 60 على 20 تعطيني 3 إذن 3 هي الموافقة الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية الآن سؤال موالي حدد النسبة المئوية للأساسي الذين أنجزوا حصتين إضافيتين على الأكثر بمعنى الأساسي الذين أنجزوا إما صفر حصة أو حصة أو حصتين إذن الأساسي الذين أنجزوا صفر حصة أو حصة أو حصتين هما جوج زائد 4 زائد 3 بمعنى المجموع ديالهم هو تسعود إذن عدد الأساسي الذين أنجزوا حصتين إضافيتين على الأكثر هما تسعود ديال الأساسي ذا إذن نسبة مئوية كيف أشكت تحسب إذن كننخذه عدد الأساسي الذين أنجزوا حصتين على الأكثر هما تسعود العدد الأساسيدي الإجمالي لنجزجه جميع الحصص هي عشرين إذن تسعود على عشرين فاش نضربها في المئة ونخرج العملية ديالي نحصل على صفر فصيلة خمسة وربعين نضربها في مئة إذن هي خمسة وربعين في المئة إذن خمسة وربعين في المئة من الأساسيدي الذين أنجزوا حصتين إضافيتين على أكثر بمعنى الأساسيدي لنجزوا كلمة جزتش حصة يعني الجزء الأساسيدي لنجزوا حصة وحدة هي ربعة وحدة الأساسيدي لنجزوا جزء الحصة وهي ثلاثة جزء الربعة هي ستة وثلاثة هي سعود إذن هذه هي النسبة المئة للأساسيدي الذين أنجزوا على الأكثر حصتين إضافيتين الآن التمرين الرابع لتكون ف دالة آلفية إذن هذه معلومة مهمة دلتا تمثيلها المبياني يعني الدلتا هو تمثيل مبياني دالة ف بمعنى متعمل ومنضم لتكون نقطة جي اللي هي صفر واحد والنقطة كالي هي واحد ثلاثة نقطة تمثيل مبياني لدلتا إذن ردوا البال هذه معلومة مهمة إذن آلف بين أن صيغة الدلتا هي F2X كتسويج X زائد واحد إذن المعلومة اللي قد نطلق منها هي هذه بما أن النقطة جي وكا تنتمين إلى مستقيم دلتا بما أنها تنتمين إلى تمثيل مبياني للدلتا فإن يعني صورة الأفصول هي الأرتوب وصورة الأفصول هي الأرتوب بالدلتا إذن F ديال الصفر هي واحد وF ديال واحد هي ثلاثة إذن هنا لدينا جوش ديال الطرق باش غادي نحصلوا على صيغة الدلتا ف إما الطريقة الأولى أننا نكتبه F2X على شكل AX زائد B وغادي نحضده A ونحضده B هذي طويلة شوية بما أننا لدينا الصورة دي لكل نقطة إذن غادي نتحقوا بأن بالصح انتلاقا نهدى لهذه أن صورة صفر هي واحد إذن غادي نحسبوا صورة صفر هي جوش مضربة في صفر زائد واحد وصورة كتعطي جوش صفر هي صفر زائد واحد هي واحد إذن تحقتنا اللولى إذن إذن قناة حقوم تانية وصورة واحد هي جوش مضربة في واحد زائد واحد جوش زائد واحد هي ثلاثة إذن ثلاثة وبالتالي F2X تسوي جوش X هي صيغة الدلتا F إذن الآن السؤال الثاني أحسب أرتوب النقطة دلتا أحسب أرتوب النقطة A من المستقيم دلتا بحيث أفصلها هو X تسوي ناقص جوش إذن A نقطة أفصلها ناقص جوش أرتوبها مجهول وهو مثلا Y إذن لك النقطة تنتمي إلى المستقيم دلتا فإن F ديال ناقص جوش كتسوي Y إذن شنوبقنا؟ سنحسب F ناقص جوش بالدلتا إذن F ديال ناقص جوش هي جوش مضربة في ناقص جوش زائد واحد تسوي ناقص ربعة زائد واحد هي ناقص ثلاثة إذن أرتوب النقطة A ناقص جوش ناقص ثلاثة هو ناقص ثلاثة إذن السؤال الموالي أنشئ دلتا إذن لا نريد أن نشئ المستقيم دلتا إذن أول شيء نريكم بعد الحل إذن هذا هو الحل الذي سنقوم بشوية إذن بنفس الطريقة كما شرحته إكتبت من الضم إذن صورة صفر هي واحد وصورة واحد هي ثلاثة إذن F ديال ناقص جوش إكز عد واحد هي صيغة دلتا الآن أرتوب نقطة A من دلتا ذات الأفصول إكز تسوي ناقص جوش إذن كتكسب A ناقص جوش إذن Y هي F ناقص جوش حسبنا F ناقص جوش أعطتنا ناقص ثلاثة إذن أرتوب نقطة A هو ناقص ثلاثة إذن الآن تمثيل المبياني بالنسبة للتمثيل المبياني يعني كنأخذه أو كنأتمنى للنقاط السابقة هذا النقاط السابقة عندنا صورة العدد الصفر هو واحد وصورة العدد واحد هي ثلاثة وصورة ناقص جوش هي ناقص ثلاثة إذن بإمكاننا مباشرة نرسمه المستقيم الذي يمر من النقاط الثلاثة أو نحتاجه عد واحد هي نقاط فقط إذن هذا هو المستقيم دلتا سؤال الثاني لتكون D دال خطية معرفة كما يريد جدو X كتساوي ناقص واحد على جوج X وال D تمثيلها المبياني في النفس المعلم وإجي أحسب ألف أحسب صورة العدد ربعة إذن كنحسبو صورة العدد ربعة كنديرو جي دربعة وكنعوضوها ناقص واحد على جوج مضربة فاربعة إذن النتيجة بعد الإختزال هي ناقص جوج إذن صورة العدد ربعة هي ناقص جوج باء حدد العدد الذي صورته واحد إذا الآن كنعرف الصورة ولكن ما كنعرفوش الأفصول ديالها إذن نحل المعادلة جيدو X بحسد X مشهول والصورة دياله هي واحد سنعوضو جيدو X بالصيغة ديالها هي ناقص واحد على جوج إكس تتساوي واحد الآن كننوحدو المقام كتجينا هي ناقص واحد على جوج إكس لماقام دهادي واحد بمعنى غتجيني جوج على جوج كنضربو الطرفين كنحط فوق المقام ونضربو الطرفين في الناقص إذن كتجيني هي ناقص اكس كتساوي جوج ومن بعد اكس كتساوي ناقص جوج إذن صورة العدد ناقص جوج هي واحد إذن العدد لدي صورته هو واحد هي ناقص جوج الآن أنشئ التمثيل مبياني دياله جوج إذن أول حاجة غادي نعطيكم الحل هو هذا اللي كنتشوفوا أمامكم لدينا الجيدة لخطية إذن صورة العدد ربعة هي ناقص جوج وشرحناها العدد لدي صورته واحد نحول المعادلة جيدو X تتساوي واحد تعطيتنا هي واحد إذن العدد لدي صورته واحد هي ناقص جوج إذن السؤال الثاني هي أنشئ الشكل إذن لننشئ الشكل أو لننشئ المستقيم D في نفس المعلم نعلم أن صورة العدد ناقص جوج هي واحد بالدلة جي لأن عدنا جي ديال ناقص جوج هي واحد ونعلم أن الدلة الخطية تمثيلها المبياني دائما يمر من أصل المعلم وبالتالي غادر نرسمه التمثيل المبياني للدلة جي والذي يمر من أصل المعلم إذن هذا هو المستقيم D الذي يمثل الدلة جي الذي يمثل الدلة جي سؤال الموالي هل المستقيمان دلتا والدي متوازيان إذن حسب الشكل مستقيمان غير متوازيان إذن يتقطعان ولكن لاحظوا أن المستقيمان حسب الشكل تبعون مستقيمان متعامدان مستقيمان إذن لأخذنا دلة اف دو اكس هي جوج اكس زائد واحد ولأخذنا دلة جي دو اكس هي ناقص واحدة لجوج اكس إذن شكرا تلاحظوا أن معامل موجه أو معامل دلة جي هو ناقص واحدة لجوج ومعامل دلة اف هو جوج هذي كثم وما اخذنا د مستقيم الدلتا هنا مستقيم د or د وأذا لأخذنا أن الجدا المعاملين جوج في ناقص واحد على جوج كثم تطهن ناقص واحد هذا يعني أن المستقيم دلتا عمودي على المستقيم د وذلك هذا كسره أنه سترك بالمجرد التطور ولكن حسب الشكل المستقيمان د والدي متقاطعة وبما أن جداء معامليهما جوج في ناقص واحد هلالجوج قد تعطينا ناقص واحد إذن المستقيمان دي والدلطا متعامدان إذن الآن تمرين الخامس في المستوى المنسب إلى معلم لدينا النقطة A إحداثية شفا واحد واحد والمستقيم D الذي ميله يساوي ثلاثة إذن أعطينا الميل له ويمر من النقطة A بمعنى النقطة A واحد واحد تنتمي إلى المستقيم D والد معرف بي تساوي لدينا الميل لهو ثلاثة إكس زائد بي إذن السؤال الأول حدد المعادلة المختصرة المستقيم D إذن لدينا مستقيم D معرف بي تساوي ثلاثة إكس زائد بي إذن السؤال يبقى لنا هو لنحدد بي إذن كان مجموعة الطرق مش غادي نحدي الأرتب عند الأصل بي إذن الطريقة اللي غادي نعتمد هنا لدينا A تنتمي إلى المستقيم D إذن إحداثية النقطة A تحقق معادلة المختصرة للمستقيم D إذن لدينا Y تساوي ثلاثة إكس زائد بي هي المعادلة المختصرة للمستقيم D إذن Y A تساوي ثلاثة إكس أ زائد بي بمعنى كان عوضو Y أو X بإكس أ لأن A تنتمي إلى الدي الآن بقناعي تعويض هنا Y A تساوي واحد ثلاثة في واحد اللي هي إكس أ زائد بي إذن بعد ما غادي نجزو المعادلة غادي نحصل على B تساوي ناقص جوج ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم D هي Y تساوي ثلاثة إكس ناقص جوج الآن تحقق أن النقطة B تنتمي إذن B ثلاثة سبعة تنتمي إلى المستقيم D إذن نحسنا تحقف أن النقطة B تنتمي إلى المستقيم D إذن لا يريد أن نتأكد أن هذه النقطة B تنتمي إلى المستقيم D إذن نحصل إحداثة ديرها تحقق هذه المعادلة بمعنى أخصنا تحقق أن YB تساوي 3XB ناقص جوج لدينا YB تساوي 7 إذا شنبقى أننا نحسبه 3XB ناقص جوج إذا 3XB ناقص جوج تساوي 3 في 3 ناقص جوج لأن XB هي 3 3 في 3 هي 9 ناقص جوج هي 7 إذا B تنتمي إلى المستقيم D إذا ها هو الحل أكتبت لكم بما أن التمرين طوال شي شوية ولا بقتا نكتبه وكا نشرح أغادي طوال شي شوية الفيديو وغادي في شي ثلاثة جوة سوايا إذا بالنسبة لي أنا أكتبت لكم إذا مستقيم دي ميل له هو 3 كما شرحت إذا حصلنا على Y3XZB إذا إمكانكم توقفوا الفيديو وتشوفوا الحل إذا هنا ينبعت حل المعادلة حصلت على B تساوي ناقص جوج وحصلت على المعادلة هي Y تساوي 3X ناقص جوج يعني بإمكانكم توقفوا الفيديو وتقرأوا الحل ألا خاطركم إذا لنتحقق أن النقطة B تنتمي إلى المستقيم D إذا لدينا Y تساوي 3X ناقص جوج هي معادلة D وبما أن B تنتمي إلى المستقيم D فإن إحداثيتها تحقق المعادلة ونكتب YB تساوي 3XB ناقص جوج وكنت تحقق بأن لدينا YB تساوي 7 وكنت تحقق بأن 3XB ناقص جوج كتساوي 7 لقنا نفس الحل إذا ومن YB تساوي 3XB ناقص جوج إذا B سنتمي إلى المستقيم D إذا الآن السؤال الثاني لنحسب المسافة AB إذا لدينا A واحد واحد وبB ثلاثة سبعة إذا العلاقة التي نحسبها بها المسافة هي AB تساوي جض مربع كبير XB ناقص XA لكل أس 2 YB ناقص YA لكل أس 2 هنا دعنا زائد إذا بعد التعويض هنا ثلاثة ناقص واحد سبعة ناقص واحد أس 2 من سوهاش كنحصل على جوج أس 2 زائد 6 أس 2 إذا بعد عملية الحساب ونحصل على جوج أس 2 هي 4 زائد 6 أس 2 هي 30 كنطينا جض مربع 40 كنطينا جض مربع 40 هي جوج جض مربع 10 إذا الآن السؤال الموالي حدد إحداثتين نقطة M منتصف القطعة AB إذا لك أنت M منتصف القطعة AB إذا إحداثتين M كنتكتبها تشكل هي XA زائد XB مقصومة على جوج YA زائد YB مقصومة على جوج إذا بعد التعويض كنحصله على 3 زائد 1 على جوج و7 زائد 1 على جوج ومن بعد كنحصله على M كنساوي M إحداثتها جوج 4 إذا الآن السؤال الرابع ألف بين أن معادلة مستقيم دلتا المار من النقطة N بمعنى N تنتمي إلى دلتا والعمودي على D بمعنى دلتا عمودي على المستقيم D هي Y تساوي ناقص 1 على 3X زائد جوج على 3 إذن أول حاجة نكتبه المعادلة مستقيم دلتا إذن هي Y تساوي A1X زائد B1 إذن كتبنا صيغة المعادلة أو صيغة المستقيم دلتا إذن شنو بخصنا حدو A1 وB1 إذن لنحدد A1 نعلم أن المستقيم دلتا عمودي على المستقيم D ونعلم أن ميل المستقيم D هو A يساوي 3 إذن بما أن المستقيم المستعمدة فإن جداء ميليهما A1 نضربها في A كتعطينا ناقص 1 ومن ومن نضرب A1 في 3 لأن 3 هي ميل المستقيم D كتبتنا ناقص 1 بمعنى A1 كتساوي ناقص 1 على 3 ومن دلتا صبحت هي Y تساوي ناقص 1 على 3X زائد B1 الآن لنحدد ب1 إذن الآن لنحدد ب1 لدينا Y تساوي ناقص 1 على 3X زائد B1 هي المعادلة المستقيم دلتا إذن بما أن N ناقص 1 1 تنتمي إلى المستقيم دلتا فإن إحداثة النقطة N تحقق هذه المعادلة ومن تنعوض Y بYN تساوي ناقص 1 على 3X كنعوضها بX N زائد B1 إذن الآن بعد تعوض YN بنقص 1 وXN ب1 غالي نحصله على هذه المعادلة إذن YN عوضناها ب1 وXN عوضناها بناقص 1 إذن ناقصه على 3 في ناقص 1 كتعطي 1 على 3 إذن الآن غالي نوحده المقام المقام موحده هو 3 حصلنا هنا على إذن هنا عندي 1 وهنا عندي 1 إذن ثلاثة على ثلاثة وهنا ثلاثة بواحد على ثلاثة إذن غالي نحذفه المقام وغالي نحصله على ثلاثة تساوي واحد زائد ثلاثة بواحد إذن 1 غالي نضيفها الطرف الآخر لتولي هي جوج ومن بعد بواحد مضروبه في ثلاثة تقسم جوج على ثلاثة بقى أنها هي بواحد تساوي جوج هي ثلاثة إذن معادلة دلتا معرفة كما يلي إجريك ستساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس زائد جوج لها ثلاثة وهذا الشيء اللي طلبوا منا مبين ها هو الآن آخر سؤال نعتبر أش المسقطة العمودي للنقطة N على المستقيم D حدد إحداثية النقطة H بحيث H إذن إكس H إجراج H إذن H المسقطة العمودي النقطة N على المستقيم الدلتا إذن إذن المستقيم D هو هذا المستقيم دلتا نعرف أنه عمودي على المستقيم D لا نسعد N هنا إذن H غري تكون هنا إذن H هي نقطة تسقط على المستقيم D والمستقيم دلتا إذن لا بغن نحد أفصول نقطة S إذن نحل المعادلة اللي هي ناخذ المعادلة دي المستقيم دي كتساوي المعادلة دي المستقيم دلتا هنا زائد جوجة لثلاثة. إذن نقطة اللي ستكون فيها المعادلة المستقيم دي كتساوي المعادلة المستقيم دلتا هي النقطة دي التقاطع بمعنى أش. ممتعين هل نعوده إكس بإكس أش ناقص جوج تتساوي ناقص واحدة لثلاثة إكس أش زائد جوجة لثلاثة. إذن فوقش تساوي المعادلة المستقيم تستغيير معادلة مستقيم تقدير الطف نقطة واحدة وهي هش يعني نقطة تقاطع نحل المعادلة مقام موحد هو ثلاثة ديني انه كاصر كاصر تساوي كاصر زائد كاصر اذا هنا ثلاثة 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 تلاتة اذا هنا عندي واحد قدي نضرب واحد فتلاتة ثلاثة فتلاتة هي تسعود هنا عندي واحد نضربها فتلاتة جوج فتلاتة هي الس وهنا ما عليش تتغير هش من سوش ناقص عندي ناقص هنا. هنا جوج ما ليش تغير لأن المعقام دي لا تلازع. نحذفه لمعقام. جنيت سعود اكس اش ناقص استة كتساوي ناقص اكس اش زائد جوج. اذا نكمل المعادلة. جنيت سعود اكس اش زائد اكس اش تساوي جوج زائد استة. هذا يعني ان عشرة اكس اش تساوي تمانية ومن اكس اش تساوي تمانية على عشرة. درقة هو القسمة. واكس اش تساوي بعد اختزال هي ربعة على خمسة. اذا الان اش الافصول ديالها هو ربعة على خمسة. والارتوب ديالها هو اجراج اش. الان لنحدد اجراج اش. لنحدد اجراج اش. اذا الان لنحدد اجراج اش. بما ان اش تمتمي الى المستقيم الدي. فان احداثياتها تحقق معادلات المستقيم الدي. اللي هي اجراج تساوي ثلاثة اكس ناقص جوج. اذا شنبقى هنا غد نعوض اجراج ب اجراج اش. و اكس ب اكس اش. اذا عوضنا هنا اجراج ب اجراج اش. و عوضنا اكس ب اكس اش. اذا اجراج اش بجهولة. و اكس اش عوضناها بربعة على خمسة للقينها في السؤال او في جزء السابق. بعد حل المعادلة. والتعوض وحل المعادلة وتوحيد المقام. حصلنا على اجراج اش تساوي جوج على خمسة. ومن احداثيات النقطة اش هي ربعة على خمسة جوج على خمسة. هنا كيف اجدرنا وحدنا المقام. اذا المقام واحد هو خمسة. ثلاثة فاربعة هي اطناش. هنا المقام ده هذه هي واحد. ضرب واحد في خمسة. احتجوج في خمسة هي عشرة. اتناش ناقص عشرة هي جوج. اذا شكرا لكم على المتابعة. و الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.